نتواجد في منزل المواطن محمد العزي بعد أن حالته الميليشيات الإنقلابية إلى دمار بفعل قدائفها التي سقطت على هذا المكان تلاحظون هذا بقايا المقذوف التي أطلقته الميليشيات الإنقلابية على منزل المواطن محمد العزي وهو الذي كان يجلس فيه هو وزوجته وإبنته أيضا أدت هذه القذيفة إلى إصابة زوجته بشضايا وجروح وإصابة طفلته التي لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات دمار هائل ألحقته الميليشيات الإنقلابية في هذا المنزل والذي تقوم باستهداف الأحياء السكنية وأماكن تجمعات السكان من وقت إلى آخر خصوصا خلال الأيام السابقة والتي كثفت فيها من قصفها المدفعي والعنيف على أحياء زيد الموشكي ووادي القاضي وهذا الحي حي وادي الضبوع القريب من شارع التحرير الأسفل جرائم مستمرة تقوم الميليشيات الإنقلابية بارتكابها واستهداف هذه الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان وهو ما يراه مراقبون بأن هذا الجنون الهستيري الذي تمارسه الميليشيات الإنقلابية عبر قصفها المتواصل على الأحياء السكنية وأماكن تجمعات السكان ويأتي كردة فعل على الهزام التي تتلقها في جبهات القتال بينما يقع المواطنين والسكان هذه المدينة هم الضحايا الأكبر لتلك القضائف التي تطلقها الميليشيات الإنقلابية وتستهدف التجمعات السكانية والأحياء السكنية والمناطق الآهلة بالسكان حمزة أمين قناة بلقيس تعز